صدمة وتوتر في الصحافة الإيطالية بعدما طالب معمر القذافي بنشر الإسلام في أوروبا لكن الرجل سعى إلى ذلك على خلاف جميع الهيئات الدعوية والتي تعتمد على الإقناع بمبادئ الإسلام من الصعب أن يصبح الإسلام أديانة الوحيدة في أوروبا فقد خلق الله الأديانة الأخرى وأراد لها أن تتعايش جنبا إلى جنب إحدى الوكالات قدمت دعوات إلى مئات النسوة الإيطاليات لحضور ندوة للقذافي حول تغيير ديانتهن إلى الإسلام وقدمت لهن هذه الوكالة مبالغ نقدية ووعدتهن بالمزيد مقابل حضور الندوة لكنها هددتهن بعدم الحفول على مزيد من المال إذا تحدثنا إلى الإعلام عن هذا الأمر القذافي هنا ليعقد صفقة اقتصادية أما معتقدات الإنسان ودينه فشيء آخر لا علاقة له بالمال وبهذا التصرف يضع الرجل حكومتنا في موقف المحرج البعض تأثر بما تكتوبه الصحف حول هذا الأمر حتى أنهم طالبوا حكومة روما بتغيير أسلوب التعامل مع القذافي إنها بالضبط أحد التصرفات الغبية التي يقوم بها القذافي كل مرة ويجب على الحكومة أن تتوقف عن معاملته كضيب وقد عرف القذافي في أحيان كثيرا بمواقفه المثيرة للجدل سواء على مستوى أفكاره أو تصرفاته الأمر الذي يثير لاعتراضات ضده إيهاب الألفي بي بي سي اشتركوا في القناة